أسيس إحنا حكينا عن حتمية الألام ونوعيات الألام في هاي المرحلة الأخيرة إذا ممكن نتكلم عن بركات إيه البركات اللي بنجنيها كمؤمنين من خلال الألم يعني أنا بأ أنت ذكرت واحد إنه هي مصنع الرجال آه ياه أنا بأخذ أي منها أسيس إذا يا خيّل قاعد معك مشوق حبيبي صدقني أمام الله بدون أي إطراء اللي قاعد معك يعني ربني بركك تفتح أمامنا أفاق رائعة يعني أنا حكي بفضائيات كتيري بس هون غير شيء حبيبي الله يبركك يا أسيس في نمسة الروح القدس أنا رح نطع لك نصي يا ربي يبركك فبولوس بيقول بهذا الصدد أو المدمار اللي أعرفه وقوة قيامته يا سلام وشركة ألامها الزمنية أيوة متشبها متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات شو هالمستوى الروحي إلى قياس قامت ملء المسيح يعني موسى بقول في الزمنية أمر روحه ففرط بشفتين قال لهم أيها المرد أمن الزجر أجلب لكم ماء لكن شوف يسوع النعما سكبت على شفتين له المجد كشات تساق إلى الدبع وكنعجة سامتة أمام جزيح وعندما لطمة من رئيس الكهنة هذه ألام يعني الإله يلطم قال له إن كنت فعلت شيء رادي شوف أخلاقيات المسيح حبيبي إن كنا نريد يا أخ نظار أن نضع عنوانا لأخلاقيات الله ينبغي أن نضع يسوع المسيح ناظرين إلى رئيس الإنان ومكمله لك المجد يسوع يا رب فأمروا الروح وفرتها بشتوتها قال له بدي أدخل للأرض قال له ما تجاوبني بالأمر خلص منعوا صلوا منعوا بولوس ألام قال تضرعت إلى الرب ثلاث مرات إنه يشيل الشوكة منه ناس بيقولوا مرض بعينيه مرض بجسده ألام كتير يحاطت بيه بولوس نعم لكن شوف الرب بعد ألاف السنين يا أسيس نيزار يلي قال له ما بدي بدي أدخل الأرض ومنعه أرض كنعان نعم ظهر يسوع له المجد إله الخلود ومنبت القيامة ربنا يسوع على جبل التجلي وظهر معه مين موسى وإليا رب استجاب للصلاة أكيد قال لتعا جاء به من عالم الاستخصاء هو وإليا موسى يرمز إلى الشريعة وإليا يرمز إلى رد الشعب إلى الشريعة والتنين طلبوا الموت لأنفسهم شوف قال وتكلموا عن آلامه لك المجد يا رب ما أعظمك قبل المجد هو الألم قبل المجد هو الصليب لكن بعد الصليب القيامة كان ينبغي على يسوع أن يتألم ويدخل إلى مجده فموسى تألم بس موسى كان قائد عظيم لشعب عظيم صحيح كانوا قصات الرقبة لكن كان حليما أكثر من جميع الناس يا سلام قدي قدي الرب عززه لموسى يعني شايف تجسد ما هو قال له أريني مجدك نعم قال له لا أحد يراني ويعيش في عرض الزمن وفي بطء الزمن يا أسيس نزار رأى الله بالبدل البشرية وعينه وجها لوجه وتكلم معه رأى مجده إلا لا رأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحقا ترجمة نانسي قنقر